الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان التمييز بين القانون الخاص والقانون العام التمييز بين القانون الخاص والقانون العام وقبل الشروع في الدرس نود أن نذكر ما ذكرناه في الدرس الماضي وهو التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية أو الأخلاقية فمن ذلك ما ذكرناه في الدرس الماضي أن غاية القانون هو تنظيم سلوك الأفراد غاية القانون هو تنظيم سلوك الأفراد وعلاقاتهم داخل المجتمع وهناك قواعد اجتماعية تصب إلى تحقيق الغاية ذاتها وهي قواعد العادات الاجتماعية والقواعد الأخلاقية ففي الدرس السابق ذكرنا التفريق بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد التي قد تتشابه معها وذكرنا من القواعد الاجتماعية تعريفها هو المقصود بها مجموعة من التقاليد والمبادئ السلوكية يتعارف الناس على اتباعها فيما يتعلق بصلاة من الاجتماعية بمعنى أن قواعد توجه السلوك ماذا؟ السلوك الاجتماعي للسلوك القانوني في جانب المناسبات ومثلنا على ذلك بمثال من يذكرنا بالمثال المندرج تحت قواعد العادات الاجتماعية أحسنتم هو تبادل التهاني والتبريكات في المناسبات فالذي يحدد أنك قد تجاوزت في جانب الأدب في جانب التبريكات والمناسبات هو المجتمع لذلك في حال مخالفتك لهذا الأمر فإن المجتمع يستهجن هذا الفعل ويستنكره فنجد أن هذه القواعد الاجتماعية هي مأخوذة من العادات والتقاليد وأيضا الأعراف فنجد أيضا أن في كل مجتمع له عاداته وتقاليده فالذي يحدد المخالفة من عدمها هو المجتمع ذاته فنجد أنك في حال المخالفة فإن المجتمع يستنكر هذا الفعل ويستهجنه ومن أمثل ذلك جانب تبادل التبريكات والتهاني في جانب المناسبات في حال قدوم مولود أو في حال الزواج وغيرها من جوانب الفرح وذكرنا أوجه المقارنة أو مما يميز القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية ومن ذلك نقول القواعد الاجتماعية هو جزاء المخالفة ما هو؟ هو استنكار المجتمع واستهجانه لهذا السلوك المخالف فنجد أن هذا الشخص قد خالف في هذه العادات الاجتماعية وهذه التقاليد فالذي ينكر هذا الأمر ويستنكره هو المجتمع نجد أنه يستنكر هذا الأمر ويستهجنه وما الهدف من العادة الاجتماعية؟ من يذكرنا ما الهدف من العادة الاجتماعية؟ أحسنتم الهدف من ذلك هو تهدف إلى إقامة علاقات ودية بين أفراد المجتمع هذا هو الهدف من قواعد العادات الاجتماعية القواعد القانونية نلاحظ أن الذي يرتب عليه جزاء هذا الجزاء في حال المخالفة هو مادي وتقوم بتطبيقه السلطة العامة في الدولة وما الهدف من القواعد القانونية؟ الهدف من ذلك هو تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على كيان وسلامة المجتمع فهذا هو الفرق بين القواعد العادات الاجتماعية والقواعد القانونية إذا إن الهدف هو إقامة علاقات ودية بين أفراد المجتمع بخلاف القواعد القانونية فإن الهدف من ذلك هو تحقيق المصلحة العامة وسلامة المجتمع وكيانه ذكرنا القواعد الأخلاقية من أين نأخذها وما المقصود بها هي مجموعة من المبادئ والمثل العليا التي تمثل القيم والمثل العليا في المجتمع ويحتدي إليها الإنسان بفطرته ومن خلال ما يوافق الشريعة الإسلامية والأخلاق ما يخالف الدين الإسلامي الحنيف والهدف من ذلك تشجيع المجتمع على فعل الخيري والحرصي عليه ومن أمثل ذلك هو خدمة الناس تقديم المعاونة والإصلاح أيضا وغير ذلك من الأشياء التي تعتبر من أفعال الخير فإن هذا في حال مخالفته يترتب عليه شيء أم لا سنأخذه بعد قليل ونبين الفرق بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية فمن أمثل ذلك المساعدة والتعاون بين المجتمع لفعل الخير إذن هذا هو المقصود بالقواعد الأخلاقية إذ إن المقصود بها هي مجموعة المبادئ المثالية التي تمثل القيم والمثل العليا في المجتمع ويهتدي الإنسان بفطرته السليمة مع ما يتوافق مع الدين الإسلامي الحنيف والهدف من ذلك تشجيع المجتمع على فعل الخير والحرصي ومثلنا بذلك من أمثل ذلك المساعدة والتعاون بين أفراد المجتمع لفعل الخير من إصلاح بين الناس وأيضا تقديم الإصلاح بينهم كذلك معاونتهم هدايتهم للطريق وغير ذلك من أفعال الخير فإن هذا الأمر يعتبر من المثل العليا وتعتبر من القواعد الأخلاقية وسنبين الفرق بين القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية ذكرنا في الدروس السابقة القواعد الأخلاقية جزاؤها معنوي الذي يفرضه من؟ هل هي السلطة العامة يفرض هذا الجزاء؟ هذا المعنوي الذي يفرضه الفرد نفسه بحيث أنه يوبخ نفسه على أنه لم يقدم المساعدة والمعاونة للآخرين ودون تدخل السلطة العامة الهدف من هذه القواعد الأخلاقية هي السمو بالإنسان والسعي للوصول إلى مرتبة المثالية القواعد القانونية بيّن أنها لها جزاء مادي والذي يقوم بتطبيق هذا الأمر السلطة العامة في الدولة والهدف من ذلك تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على كائن المجتمع وسلامته وأيضا جانب الأمن والاستقرار فهذا هو الفرق بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية في هذا الدرس سنبين الفرق بين القانون العام والقانون الخاص وماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تبين طبيعة القانون الخاص والقانون العام وأيضا توضح معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام وهذا بإذن الله ما سنبينه فيه أثناء الدرس في هذا التمهيد القواعد القانونية متعددة القواعد القانونية متعددة ومتنوعة لتنوع وتعدد العلاقات التي تقوم بتنظيمها فهناك عدة نظم مندرجة تحتها عدة قواعد قانونية وهي بما يسمى المواد القانونية فنجد أنها متعددة ومتنوعة في مجال الإداري أو في القانون المدني قانون جنائي وغير ذلك من القوانين فنجد أنها متنوعة ومتعددة وجرى تقسيم القانون بناء على ماذا؟ بناء على معيار صفة المخاطب ما الذي يخاطبك بهذه القاعد القانونية؟ هم هل هم الأفراد فيما بينهم؟ أو السلطة العامة هي التي نظمت هذا الأمر؟ فنلاحظ الفرق فهذا الأمر هو المعيار للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص نجد أن القانون الخاص يصدر بين أفراد المجتمع المخاطب فيه هم أفراد المجتمع فيما بينهم بخلاف القواعد القانونية التي تصدر من السلطة فإن هذا يندرج تحت القانون العام وسنبين ذلك من خلال درسنا حيث قسم القانون إلى قانون خاص وقانون عام لذا تناول هذه الوحدة بيان هذا التقسيم وهناك فروع تندرج تحت أقسامه هنا القاعدة القانون العام يندرج تحته فروع والقانون الخاص يندرج تحته فروع وهذا سماد سنبينه من خلال هذه الدروس في هذه الوحدة لكن في البداية سنبين الفرق بين القانون العام والقانون الخاص ما هي طبيعة القانون الخاص والقانون العام؟ هنا نستطيع أن نميز أن القواعد القانون المندرج تحت القانون الخاص بأنها تتحامل مع ماذا؟ مع الأشخاص على قدم المساواة ولا تمنعهم أي مميزات في مواجهة بعضهم بعضا لا يوجد مميزات تميز بعضهم بعضا سواء على جانب العرق أو غير ذلك أو اللون أو غير ذلك من الأمور وإنما جاءت على مبدأ المساواة والعدل إذ إننا بينا في الدروس السابقة أن الهدف من القانون هو التحقيق العدل والمساواة هو التحقيق العدل والمساواة لذلك نقول أن القانون الخاص يتعامل مع ماذا؟ مع الأشخاص هذا مما يميزه ما يميز ويفرق بين القانون الخاص والقانون العام نقول القانون الخاص يتعامل مع من؟ مع الأشخاص على قدم المساوى لا تمنحهم أي مميزات في مواجهة بعضهم بعضهم بل تتعامل معهم في ضوء ما يبرمونه من عقود باعتبار أن العقد بمنزلة القانون بين المتعاقدين مثاله الآن مثلا شخصين أحدهما يريد أن يؤجر الآخر شقته هذا التأجير هو مبرم بين شخصين مبرم بين شخصين هذه الأشياء الشروط التي جعلها هذا الشخص لشخص الآخر بين المؤجر والمستأجر فإنها تعتبر بمثابة ماذا؟ بمثابة القانون بمنزلة القانون هذا العقد الذي أبرم بينهما هو بمنزلة القانون فما يوجد به من شروط يجب الامتثال به باعتباره قانونا ملزما مثلا بعدم كثرة السكان الذين يدخون في الشقة ويحدد مثلا يقول لا يتجاوز خمس أشخاص في داخل هذه الشقة فهذا يجب عليك أن تلتزم مثلا بأنك تسلم المال في اليوم الفلاني يجب عليك أن تلتزم بهذا وغير ذلك من الشروط التي وضحها وبيّنها هذا المؤجر على هذا المستأجر وهناك التزامات أيضا على المؤجر فهذا من الداخل من ضمن القانون الخاص في حين تتميز القواعد القانونية المدرجة تحت القانون العام بأنها لاحظ معي تكفى للدولة سلطات واسعة تسمو بها على الأشخاص وتمكنها من القيام بوظائفها بشكل عام ومن ذلك ربما نقول من الجزاءات الإدارية التي ربما يكون الإنسان موظفا في داخل الدولة فيجب عليه أن يلتزم بالأشياء التي تنظمها الدولة فتصدر السلطة العامة القرارات الملزمة التي يجب عليهم اتباعها يجب عليهم اتباعها من ذلك النظام المرور وغير ذلك من الأنظمة فهذه الأنظمة يجب علينا أن نلتزم جميعا بها وللأشخاص الحق في التظلم من تلك القرارات أما الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية فنلاحظ هنا أن الفرق البين والواضح في القواعد القانونية القانون الخاص بأنها تتعامل مع الأشخاص على قدم المساوى لا تمنحهم أي ميزات في مواجهة بعضهم بعضا بل تتعامل معهم في ضوء ما يبرمونه من عقود باعتبار أنها العقد بمنزلة القانون بين المتعاقدين في حين تتميز القواعد القانونية من درجة تحت القانون العام بأنها تكفل للدولة سلطات واسعة تسمو بها على الأشخاص وتمكنها من القيام بوظائفها بشكل كامل فتصدر السلطة العامة القرارات الملزمة التي يجب عليهم اتباعها والأشخاص الحق في التظلم من تلك القرارات أمامة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية فبيننا ما هو طبيعة القانون العام وطبيعة القانون الخاص بناء على ما سبق تبين بأن تقسيم القانون إلى قانون خاص وقانون عام يعتمد بشكل أساسي على معيار ما هو المعيار؟ وجود الدولة في العلاقة القانونية فالدولة في معرض ممارسة نشاطها وتنظيم شؤونها تدخل في العديد من العلاقات المتنوعة والمتباين من حيث طبيعتها فتارة تتصرف بوصفها سلطة عامة ذات سيادة وتارة أخرى تتصرف بوصفها شخصا عاديا ربما تكون الدولة تحتاج إلى مثلا قطعة من أرض ماء في مدينة ماء فهنا الدولة تقول أنها لها الحق في أخذ هذا المكان وتعوذ صاحبه بما تراه مناسبا فهنا نجد أن علاقة الدولة في هذا الأمر ذات سيادة وهناك مصلحة تحقق من أخذها لهذا الأرض فإننا نقول أن هذه باعتبار سلطتها العامة وسيادتها فإن تطبق القانون العام بخلاف أنها عندما تتصرف بوصفها شخصا عاديا ربما يكون هناك مبرم عقد بين وزارة ما وبين شخص على أن تستأجر مثلا عمارة أو غير ذلك فهنا تتعامل هذه الوزارة مع هذا الشخص بوصفها شخصا عاديا فهنا من الفروق الجوهرية في هذا المثال الذي بيناه قبل قليل من خلال التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص هنا نريد أن نسأل ما الفرق بين القانون الخاص والقانون العام تتميز القواعد القانوني من درجة تحت القانون الخاص بأن تتعامل مع الأشخاص على قدم المساواة ولا تمنعهم أي ميزات في مواجهة بعضهم بعضا بل تتعامل معهم في ضوء ما يبرمونه من عقود باعتبار أن العقد بمنزلة القانون بين المتعاقدين في حين تتميز القواعد القانونية من درجة تحت القانون العام بأن تكفى للدولة سلطات واسعة تسوم بها على الأشخاص وتمكنها من القيام بوظائفها بشكل كامل فتصدر السلطة العامة القرارات الملزمة التي يجب عليهم اتباعها ولأشخاص الحق في التظلم من تلك القرارات أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية فبينا الفرق بين القانون الخاص والقانون العام وما تبقى من الدرس نتناول في الدرس القادم وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين